هي أفضل تشكيلة أفضل لاعب جوفر بطولة من وجهة نظر ليونيل ميسي ليونيل ميسي ماذا محتاج يا جاوب؟ ليونيل ميسي ليونيل ميسي ليونيل ميسي يعني انتعرف يلا أصعب ممكن أقولك الثاني وراه على طول جريزمان يعني لو بتقولي اختار الثاني اللي هي هتبقى ممكن يبقى فيها دي بيت شوية فالثاني جريزمان بس ميسي فرق مع فريقه بشكل يعني انت ميسي وجريزمان ميسي الأول ورقم واحد جريزمان اثنين تلاتة quedarى جيمين انت ميسي رقم واحد ميسي كلان انبابة سوفان مربط ميسي كلان انبابا بوثان مربط ثلاثة أفضل مدرب وليد الركراكي ح journaling وليد الرجراكي مناصفة مع زلات كودالاتش دالاتش لاتك فضاء مناصفة دعو Hackes 2018 منصة في 2018 رجم ارتفاع معدلات العمار الكبير جداً في المنتخب الكرواتي بالجيل ده وياخد برونزية عشان كده ادتهم ايج على سكالوني وعلى ديشامبرا ومان اتنين قدموا بطولة ممتازة الارجنتين وفرنسا لكن طبعاً انا بالنسبة لزلاط كودالتش ووالد الرجاجي طبعاً مليون في الماء بطولة دي كيفية عباس غيارة كتير اوشي قوي يعني كلهم امازهم يعني تألقوا بشكل كبير جداً من افضل لعب شاب في هذه البطولة اسألك سؤال مهم جداً وغايفر مع الناس كلها شاب دي اللي هو عندكم ساحة تحت 23 سنة تحت 23 سنة جود بلينجهام جود بلينجهام لا تخلي بالك انت عندك لعيب تقريباً في نفس السن قريب من نفس السن جود بلينجهام جود بلينجهام بالنسبة لي انزو فرناندز لان انزو فرناندز غير شكل الارجنتين تماماً لان هما ما كانوش بدقين بي والراجل ما كانش محتوط في البداية في اختيارات اسكلوني فانزو فرناندز وجود بلينجهام عمل بطولة عظيمة جداً لولا الخروج في لعيبة كمان يعني جمال مسيالة عمل بطولة رائعة بس لعبوا ثلاث متشاب بس فالناس نسيت جمال مسيالة عمل ايه مع ألمانيا بس بالنسبة لي طبعاً لو بنتكلم انزو فرناندز وجود بلينجهام اللي اتنين قدوا بطولة عظيمة جداً افضل منتخب في هذه البطولة من وجود نظر يعني الارجنتين طبعاً فريق البطل في الآخر وهو اللي كسب البطولة هو اللي ضحك على كل الناس في الآخر طبعاً أنا أحاولك السؤال بصيغة تانية أسهل والطف